هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده بعد كده هنشوف عندنا أداة التنظيف أو الكتعة اللي بتساعدك أن انت تنظفي بيها مختلف أحجام استكاكين أو المقصات وتقدر إن انت تنظفي بيها المعالق أو الشوك أو مختلف أدوات المطبخ اللي بتكون عندك بكل سهولة وبعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار أو الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك إن انت تجففي مختلف أنواع الخضار أو الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية أو خاص أو أي نوع من أنواع الخضار أو الفكهة تقدر إن انت تجففي بكل سهولة بعد كده هنا عندنا الأداة اللي بتساعدنا إننا نقطع الخضار بشكل متساوي وتقدر إن انت تعملي من خلالها مختلف أنواع استلاطات بكل سهولة زي ما هو ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاي فرشة بتساعدك إن انت تتوزيع الزيت بشكل متساوي على الحلقة أو الصينية بتاعتك وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر إن انت تستخدميه على أي سطح مكتب عندك في السهلة أو في قضية النوم أو في المطبخ أو في الحمام أو تقدر إن انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أدوات لتخزين مختلف أدوات المطبخ أو الحمام أو مختلف أدواتك الشخصية زي فرش الميكوب وفرش الشعر وطبعا تقدر إن انت تثبتيها عندك على الجدار وتخسليها وتنظفيها بكل سهولة لإن هي بيكون فيها فتحات كده بتصفي منها كل الميا اللي بتكون فيها بعد كده عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك تقريبا حوالي 10 كيلو من الرز أو الدقيق أو مختلف أنواع البوكاليات اللي بتكون عندك وبييجي معاه أدام عيارية بتساعدك إن انت تعيري بيها الكمية اللي انت عاوزاها من الحاجة اللي انت بنظمها بيه وغير كده كمان بيجي فيه جزء خاص تقدر إن انت يدي فيه له الطوم عشان بيمنع تساوص الرز وبيصحب الرطوبة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيت المنظم ده عبارة عن 3 رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا 10 بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك 30 بيضة تقدر إن انت تنظمي جوه التلاجة أو بره التلاجة بعد كده عندنا القطعة اللي بتيجي بأحجام مختلفة تقدر إن انت تنظف بيها أنواع الفلفل بطريقة سهلة جدا وبسيطة بعد كده عندنا أداة تقطيع وهي عبارة عن سكاكين صغيرة كده بتساعدك إن انت تقطع الفكهة أو الخضار على شكل شرايح وفيع جدا وغير كده بيجي معاها مأشرة بتساعدك إن انت تقشري بيها الخضار أو الفكهة بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدر إن انت تثبتيها على أقدر الحمان بكل سهولة وتنظم عليها فرش الأسنان ومعجون الأسنان وهنا معانا الأداة اللي بتساعدنا إن إحنا نشيل الأمعة أو البزر اللي في الفكهة أو الخضار يعني تقدر إن انت تنظفي بيه الخضار أو الفكهة بطريقة سهلة جدا زي ما ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف عندنا منظم بيكون لي كذا استخدام تقدر إن انت تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي بيه الشربات أو الملابس الداخلية أو تقدر إن انت تثبتيه في المطبخ وتنظمي بيه مختلف الأكياس اللي بتكون عندك واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديكي أفضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم أو البصل أو الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا دلوقتي هنشوف عندنا منظم المنازيل ده تقدر إن انت تثبتيه عندك في الصالة وتنظم عليه رمود التلفزيون أو رمود المكيف بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك إن انت تعملي مختلف الأكلات على البخار زي إن انت تقدري من خلاله وتسلق البيض أو أي حاجة تانية انت عاوزيها هنا بقى هنشوف عندنا أداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص أو لربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي هي تعتبر أخطية للأطباق وطبعا هي بتيجي بأحجام مختلفة بحيث إنها تتناسب مع حجم مختلف الأطباق أو الكبايات أو المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع إن الحاجة اللي انت منظمها في الطبق أو المنظم ده متقعش منه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة الأطباق والكبايات ومختلف لوازم المطبخ تقدر إن انت تصف عليها كمان الخضار أو الفكهة تقدر إن انت تثبتيها عندك على الهود وتصف عليها كل الحاجات دي وغير كده كمان تقدر إن انت تستخدميها كصرية للتقديم هنا معانا الغطى أو الواقي الخاص بإجباس الكهرباء تقدر إن انت تثبتيه بكل سهولة على إجباس الكهرباء في المطبخ أو في الحمام وهو طبعا من مميزاته إنه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك إجباس الكهرباء دي إن هي ما يوصل لهاش أي مية بعد كده معانا مجموعة من الكبايات البلاستيك اللي تقدر إن انت تنظميها من خلال المنظم اللي بييجي معاها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للبيض طبعا المنظم ده بياخد معاكي 12 بيضة وغير كده شكله جميل جدا وبيساعدك على تنظيم التلاجة واستغلال مساحات الصغيرة جوه التلاجة واستخدامه بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بييجي معاها فرشة بتساعدك إن انت يتوزع الزيت بشكل متساوي على الحلة أو الصينية بتاعتك هنا بقى عندنا منظم ومصفة للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر إن انت تصفيه باستخدام المصفة دي بحيث إن كل بواق الأكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف عشان تقدر تستخدميه مرة تانية وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوينتي السيليكون ده طبعا الجوينتي ده تقدر إن انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديكي من المواد الكيموية أو مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت وهنا هنشوف عندنا أداة تسبيت أو حامل تقدر إن ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه غطيان الحلل او لوحة تقطيع الخضرات او مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى عندك بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة بعد كده عندنا مجموعة من المنظمات الصغيرة للتلاجة اللي بتحتوي على مصفة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضر الصغير او الفكهة الصغيرة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضر المتقطع او الفكهة المتقطعة وهي طبعا بتساعدك انك تصفي كل المية اللي بتبقى موجودة في الفكهة او الخضر ده ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضر او الفكهة بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفي عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل هنا معانا الشبكة دي وطبعا الشبكة دي بتكون متحركة وتقدر ان انت تستخدميها عندك على الشبابيك في البيت او تقدر ان انت تستخدميها في العربية وهي بتيجي متوفرة بكذا حجم وبكذا مقاس تقدر ان انت تختاري الحجم المناسب للشبابيك الموجودة عندك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انك تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انك تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائز بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي